بسم الله الرحمن الرحيم حكم حول التأني للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام قال عليه السلام التأني حزم وقال عليه السلام التأني يجب الاستظهار وقال عليه السلام في التأني استظهار وقال عليه السلام المتأنّي حري بالإصابة وقال عليه السلام المتأنّي مصيب وإن هلك وقال عليه السلام أصاب متأنّي أو كاد أخطأ مستعجل أو كاد وقال عليه السلام التأمّي في الفعل يؤمن الخطل وقال عليه السلام بالتأمّي تسهل المطالب وقال عليه السلام بالتأمي تسهل الأسباب وقال عليه السلام روية المتأنّي أفضل من بديهة العجل وقال عليه السلام عليك بالأنات فإن المتأنّي حري بالإصابة وقال عليه السلام من التأدّ أمين من الزلل وقال عليه السلام لا تكن فيما تُرِد كحاط بليل وغثاء سيل وقال عليه السلام لا إصابة لمن لا أنات له وقال عليه السلام 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 وقال عليه السلام